موسيقى جرح الثورة وعائلات الشهداء ينقلون احتجاجاتهم الى القصر الرئاسي لجنة مساندة وتطورات جديدة في قضية سامي الفهري بعد دخوله في اضراب جوع وحكو وفي قفصة تواصل الاعتصام بسيدي عيش وعودة نقل الفصفات بعد انفطاع دامة لأسابيع تحية طيبة واهلا بكم في نشرة الاخبار من قناة الحوار التونسي توتر واحتجاجات شهدها محيط القصر الرئاسي بقرطاج اليوم فعلى بعد بضعة امتار وضع حاجز امنه لمنع المحتاجين من جرح الثورة من الوصول الى بوابة القصر جرح خير مقاطعة جلسة المحكمة العسكرية واعتصامهم امام المجلس الوطني التأسيسي ونقل احتجاجاتهم وتبليغ اصواتهم لرئيس الجمهورية المؤقت المنصف المرزوقي هذا وقد سمح لممثلين عن المحتاجين بالدخول الى القصر للتحدث مع الناطق الرسمي باسم رئاسة الجمهورية عدنين منصر اكثر تفاصيل في تقرير سعيدة رابلسي جرح ثورة وعائلات الشهداء في طريقهم الى القصر الرئاسي حيث يوجد املهم الاخير على حد تعبيرهم هذه المجموعات كانت قد قاطعت صباحا جلسة بالمحكمة العسكرية واعتصامهم امام المجلس التأسيسي يوم مشينا المحكمة العسكرية بش ننظروا في القضية بتاعتنا رفضوا بالدخول اللولة الثانية المحكمة العسكرية اللي هي لعبة فنية عاملينها الدولة بيشتلع بدوسيات متاع الشهداء والجرح خرجتنا يمين الضغليمي طلت علينا من وراء الباب متاع المجلس التأسيسي كأننا احنا محبوصين في القذبان وقالتنا من أنت وعليش تحكيوا معاي انتوا من أصل باي باي ومشيتوا خليتنا سبب توجه هؤلاء نحو القصر الرئاسي هو ذاته الذي اعتصموا من أجله أمام التأسيسي وعود كثيرة ومماطلة في تنفيذها هو بيت ريكد ويخرج يعمل كلمتين والله العديل الانتقالية عنده عمين يقول بها العديل الانتقالية تتمثل في المحاسبة والمسائل حاطم وشبر الضرر ويني عمين يستنوا فيه ومرة لفيت اخر خطاب عنده قيل بقى الساعات القليلة باش نفضله امورة موكل اخر مرة معه وزير الداخلية العريض كيف جينا حكينا معيه قلنا له اخي جيبنا العبيد اللي ضربوا وش قيل قيلوا انتو ما كنتعرفوهم جيبوهم توناحنا نكملوا الباقي انت اهي اول حاجة اول قذير انت كل ما تخرج في التالف زد تلتشر وتبيع فههه ما عملش لاحد شي شفتها نحن طالب رباسيط نحن توحاجنا ندخلوا الداخل باش نقابلوهم ونوسطوا لهم المطالب متعنا اللي هما عامين اللي هما عامين قاعدين نقولو فهه جرح الثورة وعائلات الشهداء أكدوا استعدادهم لمواجهة الرصاصي مرة أخرى من أجل تحقيق مطالبهم سنة الثاني بعد الثورة وجرحها وعائلات شهدائها ترقوا كل الأبواب للمطالبة بحقهم ولازال التأسيسي في مرحلة مناقشة بعض الأمور الشكلية للمرسوم 97 الذي من المفروض أن يلبي حقوقهم وفي المجلس الوطني التأسيسي وبعد الجلسة غلبت عليها التجذبات والجدال حول تسمية المرسومات 97 المتعلق بالتعويض لشهداء وجرح الثورة اتفق النواب على تسمية المرسوم بالتعويض لشهداء ثورة الحرية والكرامة ومصابيها ليواصلوا بعد ذلك مناقشة فصول المرسوم المزيد حول هذه الجلسة وجدال النواب مع سيهم لمحمد جلسة صباحية ومسائية تملأها الخلافات الشكلية حول عنوان المرسوم عدد 97 حتى بعد التأخير في انطلاق الجلسات بدعوة اجتماع رؤساء الكتل للتوافق ليستألفوا الجلسات بعدم التوافق شوف هي ثورة بدت انطلقت يوم 17 وكانت حقيقة الأمر بدايتها في سيدي بوزيد بقية تأججت وأصبحت ثورة بمعنى الكلمة عندما وصلت إلى مدينة التالة ثم إلى مدينة الجسرين ثم انتشرت بعد ذلك إلى بقية ولاية وبالتالي حتى أهالي جسرين من حقهم أنه يسموا يوم 8 جنفي هو عيد الثورة بالنسبة للثورة التنسية والله يرضي الجميع إذا كان دخلنا في منطق الاسترضاء يرضي الجميع أما إذا كان حبينا نكون أوفيها للتاريخ وللواقع ما يرضيش بقية ثم في جهات كانت انتفضت بتواريخ محددة عملية إلغاها وتشويتها مع غيره هذا إجهاب بحق تلك الجهات خلافتهم اعتبرتها رئيس اللجنة الشهداء وجرح الثورة وتفعيل العفو التشريعي العام ثناوية ومنبيب المزايدة السياسية الأمر الاستعجالي والهام أن السادة النواب ما يوسعوش في المرسوم هذا بش الناس بش الناس اللي يشاركوا في الثورة التنسية اللي قامت بها لأحزاب لا سياسيين قاموا بها ناس شعب قال راني عيد راني مضام راني نحب كرامة نحب حريتي الناس هذومة اللي تواهم منهم إيهاني لابد أنه نحن استعجل نظر في المرسوم هذي جلسة ستتواصل لاستكمال المرسوم عدد 97 الليلة وجوبا حتى تخصص جلسة الغد إلى نقاش قانون المالية بحضور رئاسة الحكومة عدم تنفيذ قرار محكمة التعقيب القاضي بإطلاق صراح سامي الفهري يمثل سابقة خطيرة في تاريخ تونس نقطة اتفق عليها اليوم المشاركون في الندوة العلمية المخصصة لمناقشة مسألة تنفيذ القرارات التعقيبية في المادة الجزائية مع أعضاء الجمعية التونسية للقضاء الذين اعتبروا قرار وزير العدل تدخلا سافرا في القضاء وتأتي هذه الندوة بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها قضية سامي الفهري وأعلانه الدخول في إضراب جوع وحشي احتجاجا على ما اعتبره احتجازا دون موجب قانوني المزيد من التفاصيل مع أبو خضر حاجي محكمة التعقيب على هرم قضائي في تونس باتت قراراتها لا تنفذ هذه الأيام فبعدما أقرت حكم يقضي بالأفراج عن سامي الفهري مدير قناة التونسية القابعي في سجن المرناجية منذ أكثر من ثلاثة أشهر قرار لم تنفذه النياب العمومية ليدخل الفهري في إضراب جوع فعلا مشيت زورت منوبي في سجن المرناجية من خبش عليك في ساعة ما ظهرت عليه مظاهر التعب على وجوه ودخل في إضراب جوع وحشي وحسب تصريحات محامي سامي الفهري إن ممثل النيابة العمومية لدى التعقيب يواجه تهما تصل إلى حد العقوبة بالسجن مدى الحياة ويزيد يقول من بعد هذا إذا كانت تفوت شهر العملية هذه تحتجاز العقوبة تولي مدى الحياة وإذا نجر عليها موت العقوبة تكون الإعدام وأنا قدمت رانيشكاية رسمية في المعنى هذا ضد كل من عطل تنفيذ قرار الأفراج على سامي الفهري جمعية القضاة التونسيين حذرت من خطورة المسألة واعتبرتها سابقة خطيرة تهدد القضاء التونسي نأكد على الخطورة لأن أصبحت الأحكام لا تنفذ وهذا الحقيقة سابقة خطيرة يعني أن قرارات لا تنفذ في الوقت الذي يتشبث فيه رئيس النيابة العمومية السيد نورديل بحيري بأن محكمة التعقيب ليس من اختصاصها النظر في بطاقات الإداع تتعالى أصوات المحامين هنا للدفاع عن هيبة محكمة التعقيب ويجيوا يتكلموا يتحدثوا يقولوا أي ما هو النيابة قالت ما عنداش حق لا إله إلا الله كيف يكونوا لأحد وهو خصم في النزاع القضايا في الخصومة القضايا في الخصومة الجزائية خصم طرف النيابة ويجيوا يتعلق على محكمة التعقيب ليس تعلق بسرعة المية للا تعلق في مرحلة التنفيذ وتقول يجيوا ما يجيش إذا وصلنا للمرحلة هذه روى على الدنيا السلام امتحان آخر للقضاء التونسي وتحدي آخر لرجال حقوق الإنسان فدرس جديد في الفصل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية درس قد يربكو عشاق العدالة الانتقالية هذا قد تكونت لجنة مساندة لسامي الفهري تضم عديد الوجوه الفاعلة في الحقل الحقوقي والسياسي ينسقها الكاتب الصحفي توفيق بن بريك ويرأسها عميد المقاومين الحقوقي علي بن سالم العديد من النقاط كانت محور الندوة التي عقدها حزب العمل الوطني الديمقراطي صباح اليوم نقاط منها المؤتبر المقرر عقده يومي الثاني والعشرين والثلاث والعشرين من ديسمبر الجاري والذي سيتم خلاله انتخاب هيئة سياسية جديدة للحزب الأمين العام للحزب عبد الرزاق الهمامي ضم خلال هذه الندوة صوته إلى الأصوات المنادية بتكوين جبهة ديمقراطية موحدة وموسعة نحن لا نتحدث عن جبهة يسارية نحن نتحدث عن جبهة ديمقراطية واسعة تضم قوى اليسار تضم قوى القوى الديمقراطية الاجتماعية وتضم القوى الليبيرالية الديمقراطية من الجبهة الشعبية إلى نداية تونس المشروع الجدي لنخدم عليه طاوة هو مشروع الاتحاد من أجل تونس ولينحبوه مفتوح وبهذا المعنى ويضم كل القوى الديمقراطية اللي ممن بضرورة تكتيل جهودها وتوحيدها وإلى قفصة أين يواصلوا عدد من المعطلين عن العمل اعتصامهم المفتوح الذي انطلق أمس بمقر معتمدية سيديعيش مواطنون أكدوا تمسكهم بمطلب التشغيل وأكدوا استعدادهم للتصعيد إذا لم تقع الاستجابة لمطالبهم رياض الحدوري والنقل التالي رغم الخيرات الطبيعية التي تنام عليها مدينة سيديعيش فأن أبنائها حرموا منها ثروات طبيعية كثيرة بتشغيل المئات من المعطلين عن العمل هؤلاء الذين دخلوا أمس في اعتصام سلمي بمقر المعتمدية اعتصام سلمي داخل المعتمدية وقابل التصعيد بالنسبة للينا قبل ما عملوا حد شيء وساكتين للحقوق بالنسبة لتو بشي تكلبه خطر الظلم اللي زاد على حده تشوفيه المجموعة هذي كاملة ما فيهم مش واحد خدم المجموعة هذي يطلبوا بحقوقهم خطر ثم عائلات خدم فيه خمسة والستة اللي هما جيران اللي يخدم في المعتمدية خدم عائلتو اللي جان خدموا خمسة وستة في العائلة المجموعة هذي مخدم حتى واحد اللي هما قاعدوا مقصيين إلى حد الآن فيهم المستويات عندهم مستويات فيهم البطال اللي ما عندوش مستوى خلاص فيهم الفلاح اللي ما يكسب حد شيء ما تقيدش اللي عندو قهوة ولي عندو فيلا ولي عندو كرهبة يقيدوه واللي ما عندوش يقود يتفرج استياء من السياسات التنموية التي تنتهجها الدولة تجاه المعتمدية وسكانها وأرقام مفزعة للمعطلين عن العمل على اختلاف أعمارهم ومطالب ملحة لجهة ملا أهلها الانتظار منطقة الصناعية عامليننا أحنا عملونا إضراب وظهر في بيكم بيه خرجته هنا عملونا عملونا إضراب ووقفنا اقتصاد نهار كامل بش نطالب من منطقة الصناعية وفرحين للعباد لهنا شيء كبير نجي نشوفوا نجل منطقة الصناعية عاملين في بوعلام نحن هنا أخر معنا بش نشوف نطالب الشبيب ونطالب الزعابتي بالمعمل المتاعي البيئة معناش نسبة حضورنا في البيئة معناش الـ CPG ما انتدبتناش لا الكوادر ولا الأداني ولا حتى عوامل تنفيذ نطالب من نسبة العائدات متاع الفوسفات ترجعنا نسبة العائدات متاع الموارد المائية ترجعنا نسبة الموارد الفلاحيزة ترجعنا نحب التشغيل نحب الخدمة ناس موتتب الشرفة ديارنا يا حكومة تلفتون رانا ناس مظلومين سؤولين بجاه ربي أسمعونا بجاه ربي أسمعونا سيد عيش أرض خسبة ومكان ملائم للإستثمار وتشغيل الآلاف حتى من المعتمديات المجاورة خاصة في القطاع الفلاحي لكن أهلها قالوا أن رياح الثورة لم تصلهم أو قل جانبت معتمديتهم نبقى في قفصة وبعد توقف دامة عدة أشهر تم اليوم إرجاع السير العادي لعمل قطار نقل الفوسفات بالشركة التونسية للسكاك الحديدية إجراء أن يأتي إثر تحرك الاحتجاجي الذي نفذه عمال الشركة أمس ومطالبتهم للسلطة الجهوية بالتدخل الحمد لله بعد الحراك اللي عملناها من خدامة الكل توجهنا للوالي وحتجينا على النقل الفوسفات عن طريق الشاحنات وكيفاش ترنات حابسة تفهمنا مع سيد الوالي قال في ظرف 24 ساعة ترجع ترنات الحمد لله هي رجعت اليوم لإعتصام التفك الحمد لله يا ربي الواحد فرح السيولي فرح بالترنات كيشوبة تمسكها كيفرح على خاطر مش معقولين نجوه للشركة وطنية ونحبسوها ونغلب المسلحة الشخصية على المسلحة الوطنية قطاراتنا المعدل 2500 ترنات يهز في النهار نعمل حكاية 10-12 ترنات في النهار هذا كلها عدنا 10 يام توحى بسين على خاطر الاعتصامات مخلافتنا ناخد خسارة بالجملة للشركة الحمد لله إن شاء الله نقوله إن شاء الله الاعتصامات تنحت وإن شاء الله العباد من هنا لفتة للعباد اللي قاعدين يعملوا الاعتصامات إنه رأي شركة وطنية هدية رأي شركة تلمي الناس الكل كان ربح تتنربح الناس الكل إذا خسرت تخسر العباد لكل في جندوبة وبعد العديد من التحركات الاحتجاجية دخل اليوم أعوان الصحة العمومية في إضراب عن العمل ليومين إضراب سيشمل جل المؤسسات الصحية بالجهة يندد من خلاله أعوان الصحة بالنقص الفادح الذي تعاني منه المؤسسات الصحية سواء على مستوى الإطار الطبي والشبه الطبي وعلى مستوى المعدات والتجهيزات الطبية وفي المحكمة الابتدائية بسفاقس تقدم مئة محامن بشكاية لدى النيابة العمومية ضد إمام جامع سيدي اللخمي ريضا الجوادي التهمة هي حث المواطنين على التقاتل وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك خلال خطبة الجمعة بتاريخ 7 ديسمبر الجاري تقدمنا صبيحة هذا اليوم بشكاية جزائية لدى السيد وكيل الجمهوري بالمحكمة الابتدائية بسفاقس واحد ضد السيد ريضا الجوادي هذا الشخص الذي يشغل الآن صفة أو خطة إمام ختيب بجمع سيدا اللخمي تبين أن هذا الشخص يوم 7 ديسمبر وبنسبة إلقائه لخطبة الجمعة وبحضور عموم المسليين وبعد أن عرفت بلين تلك الأحداث هتعاقبت الاعتداء على مقرأ اتحاد عم تسير الشغل وعند تعرض إلى هذه الحادثة دعا بصفة واضحة وصريحة العموم وكام الأفراد الشعب التونسي للتقاتل باسمي أو تحت مسويغاتي مقومة التجمع وتعرض أيضا حتى لبعض الأشخاص أخرين ذي الاتجاهات أخرى من قوميين ومشوعين وغيرها وتوجه بصورة واضحة وصريحة لعموم المسليين والشعب التونسي الأفراد هذا الشعب بالقول أن معلهم استعد الآن للشهادة وأنهم مستعدين للشهادة في سبيل الله بعلة أو تحت مسوغي مقومة التجمع هذا فيه دعوة صريحة وواضحة وجلية لدعوة الشعب للتقاتل والتناحر وإحداث الشغب وهي جريمة يعاقب عليها القانون وتحديد الفصل الثاني وسببين مجلة الجنائية هذا أمر أول أمر الثاني حبنا نلاحظ أنه السيد هذا يرى هو ميش أول مرة أحنا كنا مدفوعين هذه المرة لتقديم هذه الشكوى لأن أسبق في مناسبات سابقة أولا في سابقة تحديدا في مناسبة قدوم أحد الدعاة وبين ظفرين هذا المسمى وجل غنيب أن تعرض أيضا وحرض بعض الأشخاص لمقاومة ما سمهم بجووب الرد ثم أيضا بمناسبة القاهل لخطبة العيد تعرض أيضا لربط الدفاع الحقوق الإنسان وحاول أن يكفر أعضاءها ومناظليها هذه المرة تكررت وأحنا كمحامين وكحقين ارتقينا أن نتخذ إجراء جدي تجاه هذا الشخص خصوصا أنه تبيلن بسرقاتها وبإقراره وبإعطراف الصريح بمناسبة استدعاء في قناة تلفزية أنه سيد هذا يأم المسالين دون أن يكون مسنودا بقرار إدارة في الغرض لأن القانون واضح اللي يحب أم ناس يحب عنده صفة إمام الختيب يوعين من طرف جهة إدارية وهي وزارة أشوء إدارية هذا إنسان نصب نفسه بنفسه كإمام إذن هناك أيضا الفصل ينتبق عليه والفصل من 59 من المجال الجنائية والذي يجرم كل من ينتحل صفة ويتولي تسويق هذا العموم ويتبين أن هذه الصفة ما عندهاش مباراة قانونية نحن إذن قدمنا هذه الشكاية تعاد بها الأنياب العمومية وطلبنا إيه فتح بحث تحقيقي ضد هذا الشخص من أجل جريمتين الجريمة الأولى هي دفع السكان والمواطنين للتقاتل موضوع الفصل 22 مجال الجنائية وانتحال صفة موضوع الفصل 159 مجال الجنائية ونحن مصررين على تطبع هذه الشكوى إلى آخر رمق مع العلم أنه نحن الآن نفكر وستخذ ونفكر بصورة جدية وستخذ إجراء في الإبان للقيام بقضية استعجالية أمام المحكمة الإبتداء بإصفاق سواحد لنطالب فيها بإيقاف ومنع هذا الشخص من أن يأم المسلين بجامعة سيد اللخمي بحكم على الأقل أن هذا الشخص الآن قد تعلقت به قضية جزائية ومع تواصل بطالتهم بعد فقدانهم لمواطن عملهم بعد الثورة تتواصل التحركات الاحتجاجية لعمال السياحة بسوسة عمال يعتصمون أمام مقر الولاية منذ أيام ويطالبون بالتسريع وإعادتهم إلى سوق الشغل إضافة إلى تمكينهم من منحة البطالة وتحسين ظروف العمل في المؤسسات السياحية حبينا نحكم على سيد الوالي يعني عادنا قرابة توجمعتين يعني ما حبوش يقابلنا سيد الوالي فهمتني حبينا نعطوهم منحة على الأقل حتى تشتر منحة وما يعاونوا بهم خطر فيهم برشة الناس عندهم عائلات وصغار ما عندهم منين نصر ومسيكنيات وإلا يتبنوهم أصحاب نزل كل صاحب نزل يقبل زوزل الثلاثة وتقسل المشكلة فهمتني داخلوا توجي تفاوضوا مع سيد الوالي أمام المركز الوطني للفنون الركحية والدرامية بقفصة نفذ اليوم أربعة مسرحيين وقفة احتجاجية للمطالبة بإدماجهم صلب وزارة الثقافة مسرحيون أكدوا أولويتهم في الانتداء خاصة وأنهم يتمتعون بالأقدمية كنا نخدمه في السنطر اللي هنا من عام 1994 من 1994 وحتين ل2007 خرجنا بالسنطر لأننا معناش كراني دواء معناش ثلاثة سنة ومعنديش كراني دواء كي خرجت من هنا فما شكون تسوّت وضعيتها وبعد أربعة أجزاء فما شكون تسوّت وضعيتها وترسم معناها والوزارة تكلمنا مع الوزارة بعثنا الفاكسوات الوراق الكل موجودة الوثائق الكل موجودة عنا الأشورة الكل موجودة تكلمناها ومكلمناها مكلمناها ما من موجيب عامل الخنين كي تكلمنا للوزارة سيشام قالوا له ما فيباناش بالموضوع وانا مديبوزي في الوزارة غادي في مكتب ضبط المركزي الدوسيات نتعنا ما فيبالكمش بالموضوع ما لش كون فيبالها بالموضوع سيماهدي مبروك تعمل مزية رانا طالبين مطلب إلحاق بمركسون درامية ورحية وأسناد بطاقة الاحتراف اللي هي حق من الحقوقي وما لش نسلمين فاها بالطرق الكل خاطر استوفانا الطرق القانونية الكل إما الرجوع إلى مقر عمله أو الحصول على الطعويف هذه هي مطالب رأوف التزرك عامل بشركة تونسية للتموين تينزي كاترينك عامل تم إيقافه عن العمل على خلفية التحركات الاحتجاجية التي شهدتها الشركة منذ سبعة أشهر تنديدا بالمدير التنفيذي الذي قام بإنزال العلم التونسي في العشرين من مارس الماضي إيقاف عن العمل تم إثره إصدار قرار بنقل التزرك تعسفيا إلى مطار انفيذ الدول على حد تعبيره كما تم رفع قضية ضده بتهمة التحريض التزركي يتهم المدير التنفيذي للشركة بالوقوف وراء ما يعانيه اليوم من مشاكل عبد الرأوف التزركي عامل بشركة تونسية للتموين منذ سنة 94-900-1000 اليوم يجد نفسه في مواجهة عدة قضايا بعد الإذراب الذي نفذه عمل الشركة بعد القريف هذا ما يعاني إلا بعد شهر ونصف مدات متاع القريف متاع الربريس يقع إيقاف من طرف الشركة على العمل مدة شهرين ومبعد يعملوا كونسي يعني تقارض مخاخم ويعملوا نقلة نقفية التحريض والإخلال بالعمل ونقص في المدارك العقلية هي التهم التي وجهها المدير التنفيذي للشركة لعبد الرأوف جاوز هو الأمور هذية معنى تجاوز تزاوزها تزاوز الوزارة تزاوز الاتحاد تزاوز الناس كل وسل معناتها حتى إشكابية في العوين قدم بقى قضايا عدلية للتحريض وخلال بالأمن الدولة حاصيلوا وليد من عرش درشكونة وسل معناتها تجاوز الشيء هذية وبعض معناتها في الانسيك في الوزارة وسل معناتها قال سيدة ذي مهبول مختل العقلية عبد الرأوف يجد نفسه اليوم ضحية عملية ابتزازا على حد قوله حيث أن الشركة التونسية للتموين خيارته بين أمرين قلت يوم المتفاق عملنا الانتفاق مادة قالت وقتها مجبتلوش المبلغ ودرشنو بشنا نكمل نعمل ذيك سولدو كونت خرجنا من غاديك ما رعني إلا هذه المدام رسورسي مير ديركتير تكلمني وتقول لي أنا تكلمت المحاف كلمت معناتها الديركتير جينيرال الجديد مارك من عشر رسنو يقول أني أنت يسمك تتنسلنا على قضية العالم هي اللي تسمكها هذه القضية تعود أصولها إلى عملية إنزال المدير التنفيذي للعالم التونسي يوم عشرين مارس الفارد عملية أثارت حفيظة العمال الذين احتجوا ضده نحن قاعدين نختفل هنا بالمناسبة عشرين مارس علقنا دربو تونس ما رعنا رغم الذجة التي أحدث هذا الفيديو فإن عبد الرؤوف يجد نفسه اليوم وحيدا في الدفاع عن هذا العالم حادثة يبدو أنها لم تكن سوى تسويق لعملية سياسية وانتخابية أصبح عنوانها اليوم المقايضة والابتزاز تقييم عمل الحركة الحقوقية قبل الثورات العربية وبعدها من أجل تركيز استراتيجية فعالة تتماشى مع سياق السياسي والاجتماع الجديد هذا هو هدف الندوة الإقليمية التي نظمها كل من المعهد العربي والصندوق العربي والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان تحت عنوان حماية حقوق الإنسان وتعزيزها بعد الثورات العربية ندوة تتوصل إلى الغد وتسجل ومشاركة العديد من المنظمات الحقوقية والشخصيات العربية والدولية أروا بركات والتقرير التالي إعادة النظر في استراتيجيات العمل الحقوقي في البلدان العربية التي تعيش مسارا ثوريا هو التحدي الذي تواجهه المنظمات الحقوقية والتي ترحته خلال هذه الندوة كيفش الديمقراطيين اليوم ينجموا في حقوق فما انتهاكات حقوق الإنسان يعني ستون كونتخاديكسيون وهذه لازمنا نشوفوا المجال اللي نجموا نخدموا فيه اليوم في العالم العربي باش مجال حقوق الإنسان يكون في الكونية ومش في الخصوصية تراخي الحكومات في تفعيل العدالة الانتقالية وتقطع الحوارات بين الحقوقين والمسؤولين تعتبر من أبرز العراقين في مرحلة الانتقال الديمقراطي عدم إصلاح مؤسسة القضاء أو البدء في إصلاح مؤسسة القضاء قاعد يوري فينا في أشكال متع الانتهاكات من نوع أنه إنسان يحكم عليه ولا يقع لصالحه ولا يقع أطلاق صراحه عدم إصلاح المؤسسة الأمنية ومؤسسة السجنية وغيرها قاعد يوري فينا في مظاهر متع تعذيب عودة التعذيب ناس شباب صغير مات في السجن بعد أضربات جوع هذه تحديات جاية من عدم البدء الحقيقي في إصلاح المؤسسات كما تترقت الندوة إلى ضرورة تغيير نسق عمل الحقوقين من رد الفعل إلى العمل المستمر لتجديره داخل المجتمعات تجربة العهد وأعود مرة أخرى إلى تجربة عهد تومس الحقوق والحريات أثبت أن المجتمع متقبل لهذه الثقافة لو نذهب إلى هذا المجتمع بشكل مختلف وشكل ذكي وليس بشكل الإنسان اللي ماشي يعطي في ثقافة أو يعلم أو يعتبر نفسه أحسن من الآخرين وكذلك ربط يعني ثقافة حق الرسال ربطها بتراف إصلاح بين وعود الإصلاح وتواصل الانتهاكات تبقى المنظمات والهيئات الحقوقية مطالبة بتكثيف مراقبتها للحكومات ومراجعة أساليب عملها من أجل أن تكون لمجهوداتها أثر فعلي على واقع الممارسة الديمقراطية إلى سيدي بوزيد حيث تتواصل إلى غاية اليوم الاحتفالات بالمهرجان الدولي لثورة السبع عشر من ديسمبر اليوم احتضن المعهد العالي للدراسات التكنولوجية بالجهة يوما دراسيا حول واقع وأفاق التنمية والإشكالات التي تواجه المستثمرين والسبل تجاوزها اليوم شامل العديد من الورشات التي سجلت حضور عدد من المستثمرين والمسؤولين نور الدين السعيدي يوم دراسي حول واقع وأفاق التنمية بسيدي بوزيد سنتين بعد الثورة اليوم تضمن بالتقييم والدراسة الوضع التنمي بالجهة في مختلف القطاعات وأبرز الإشكاليات التي تحول دون تحقيق تقدم واضح في هذا الجانب إشكاليات تعترض قطاعات استثمارية مختلفة كالقطاع الخاص الإشكال الموجود حاليا هو في عدم وجود المسؤول القادة على سماع البعثين ثم عدم قدرة المسؤول على إنجاز الإجراءات مهما كانت بسيطة إلى حد الآن ما زلنا في أنك تبع الفاكس ما يوصلش ما زلنا في أنك تعمل موعد ما تلقى حتى مسؤول ما زلنا في يعني طلبات عادة المستثمار بغض نضع اليوم بإمكاننا أن يكونوا ثوار بإمكاننا نعملوا تنمية تلقينا فاكسينا شوية مشاكل بخصوص الأراضي تخصيص الأراضي لبعث هذا المشروع هذا المشروع قد يساهم بحسب أصحابه في توفير مواتنا شغل هامة بالجهة المشروع في كل ولاية يخدم قرابة 8000 موطن شغل 2000 باعث أصحاب شهد عليا ثم معاه دو تكنيسيان وحارس ليلي هنا النجم وفامتي في كل ولاية في 500 اكتار يتقسم على 2000 باعث اللي هو 2500 متر مربع فيها كيفية ممتازة جدا بالنسبة لبروموتور وهكي النجم نوفر 8000 موطن شغل في كل ولاية هذه الصعوبات وغيرها سيتواصل مناقشتها على امتداد يوم كامل لتقديم توصيات وآليات تجاوزها من خلال ورشات عمل قسمت لثلاثة عامة تجيعا للشعراء والأدباء الشبان بمدينة بوسالم من ولاية جندوبة تم مساء أمس وخلال أمسية شعرية بدار الثقافة بالجهة تكريم الشعر شاب معز السكوحي تكريم يأتي في إطار تظاهرة الأيام المسرحية التي تمتد إلى 26 من هذا الشهر بدعم من المندوبية الجهوية نصل مشاهدين إلى تذكير بأبرز العنون جرح الثورة وعائلات الشهداء ينقلون احتجاجاتهم إلى القصر الرئاسي لجنة مساندة وتطورات جديدة في قضية سامن خمري بعد دخوله في إضراب جوع وحك وفي قفص تواصل الاعتصام بسيد يعيش وعودة نقل الفصفات بعد انفطاع دام لأسابيع بهذا نصل إلى نهاية النشرة شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء اشتركوا في القناة